اضع الترجي اليوم الانتصار في تطوين بعد ان كان متقدما بهدفين وسمح الاتحاد تطوين بخطف تعادل مستحق رشح الفريق لبرحلة التتويج بينما بقي الترجي ثانيا وراء النجم بفريق نقطة مدرب الترجي نبي المعلول والذي يتحمل المسئولية في لقاء اليوم قام بتغييرات تعدد كبيرة من الاساسيين وباراحتهم كما لم يوفر في تغييراته ولم يوفق في ذلك اثناء المقابلة وكان يستطيع ان يلعب هذه المباراة بالتشكيل العادية وينتصر ويضمن الصدارة ويريح اللاعبين من المباراة القادمة في رادس لكنه فعل عكس هذا وسمح للنجم بالحفاظ على الصدارة رغم تعادله وليكون الانتصار في الجولة الاخيرة كافيا للنجم ليضمن الصدارة وفي مجريات اللقاء تقدم الترجي بثنائية نظيفة عن طريق رائد بوجنيبة في الدقيقة التاسع والثلاثون ومحمد علي بن حمودة في الدقيقة الرابعة والخمسون وسجل ثنائية اتحاد تطوين عزيزا لكنادني في الدقيقة الرابعة والسبعون وديالو في الدقيقة التسعون وظل الترجي بهكذا في المركز الثاني كما قلنا بالرسيد 27 نقطة فيما دعم اتحاد تطوين المركز الثالث برسيد 18 نقطة ويضمن المرحلة التأهل للبلايوف هذا وفي خبر اخر اللاعب المعتزل من صفوف الترجي سامح الدربالي سيسجل العودة في الايام المقبلة ولكن بصفة مرافق لفريق كابر كرة القدم وباعتبار ان هذه الخطة شاغرة حاليا بنادب بسويقة الدربالي من موالي 23 نوفمبر 1986 تقمس لعب ازياء الولمب الباجي واهل ترابلوس الليبي وتوي جمع الاحمر والاصفر بتسع بطولات واربع كؤوس وكاس السوبر المحلي وثلاث كؤوس ربيطة الابطال الافريقية ودور الابطال العرب كما خاذ بقميص الترجي 261 لقاء سجل خلالها ثماني اهداف واسم في صناع الثماني وعشرون اخرى اما مع المنتخب الوطني فرسده من اللقاءات الدولي 11 اشتركوا في القناة